سلام عليكم قصة اليوم حصلت أحداثها في المملكة العربية السعودية وحصلت أحداثها القصة على زمن بدايات حكم الملك عبد العزيز رحمه الله لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم في هذاك الزمن يعني بدايات الألف وتسعمية كان عدد كبير من القبائل في الوطن العربي أو في الخليج وبلاد الشام كانت هالقبائل هذه جزء كبير منها عايش على الغزو وكانت القبائل عندها عرف سائد لازم القبيلة تغزو القبيلة الثانية وهذا شيء كان في عرفهم يعني شيء من الرجول والمرجلة يعتبرونه يعني عادي لو قبيلة غزت على القبيلة الثانية وخذت حلالها وانهبت اللي عندها أمر عادي طبيعي جدا وشيء لازم يحصل وطبعا في هذاك الوقت كان فيه الله يعفي عنهم جهل وتخلف وعدم معرفة بأمور الدين عند البعض وليس الكل عفى الله عننا وعنهم المهم في هذاك الوقت حصلت أحداث هالقصة وعلى رواية الراوي ما بين مكة المكرمة والمدينة كان فيه ثلاث أشخاص وخلينا نسميهم أحمد ومحمد وعبد الله هذول أحمد ومحمد وعبد الله شني شغلتهم شغلتهم هذول يسطون على لما يشوفون يعني حجاج اثنين ثلاثة ولا أربعة يهجمون عليهم ويخلصونهم المؤن اللي عندهم والطعام والفلوس والذهب وإذا معاهم أي شيء معاهم يخلصونهم إياه وعلى رواية الراوي يقول أنه فيها ذاك الوقت كان لما واحد يدين من الثاني يحتاج أنه يستدين فيقولوا على الموسم شنو الموسم الموسم اللي هو موسم الحج فللأسف كانت يعني بعض الناس اللي جاهلها بالدين يعتبرون هذا شيء مرجل وخلاص أستدين منك أنا اليوم ولا صار موسم الحج أسطيلي على قافلة عجاج ولا أسطيلي على حجي أشلحه اللي معاه وأسد الدين المهم هذول الأشخاص الثلاثة سوين جروب عمل فريق وكل من له مهمة ولكن ما عندهم سلاح متطور واحد عنده بندقية مفتيل هذه القديمة اللي يا الله أطق واحد معاه أبو ساطور صغير واحد يشيل حجار ويهجم بالحجار الحصة الكبيرة هذي وهذول مثل ما قلنا ما يجون على القافلة تشبيرة يعني يقنصون فيه مكان في أحد الشعب الشعيب والشعيب هذا ما يجيه إلا التاية وما هو على الطريق الرسمي للحجاج اللي مدقوق مثلا يقنصون فيه الشعيب هذا واحد على اليمين واحد على اليسار واحد يكون فيه منطقة عالية يترصد ولما يشوفونهم واحد اثنين أو ثلاثة جايين يغيرون عليهم فيها ذاك اليوم قانصين فيها الشعيب وقاعدين يستنون صاحب النصيب اللي يجي ودهم يسطون عليه شوي وقال لا مقبل هنوك اثنين من غاد لما قربوا هنوك قالوا جت الصيدة وهي الصيدة الزينة ولما بدأوا يقربونه شوي منهم شافوهم وجوههم حمر وبشرتهم يعني مثل بشرة اهل الشام وقالوا لك هذول معناته تاجرين من الشام واكيد محملين من الذهب والفلوس واكيد عندهم تجارة في الحج ويقومون يغيرون عليهم واحد نزل من اليمين واحد نزل من الشمال اقف اقف عندك عندك وقفوا هذول الجماعة يا جماعة شو عندكم طولوا بالكم هذا ساحب البندقية موجهها باتجاه واحد منهم والثاني ماسك اعجار والثالث ماسك الساطور يا جماعة طولوا بالكم وشودكم احنا حجاج خافوا والله قالوا ولا تشلمة اغلصوا وهها تولي عندكم وهذول الحجاج الاثنين واحد شايب واحد مبين عنه شب وشافوا عند الشايب شايب بحضله مثل كأنه صندوق يعني حامل صندوق وقالوا لك خلاص هذا الذهب والثروة موجودة فيه ويجي واحد منهم على ناقة الشايب وينخخها في الارض وقعدها بالارض والشاب الثاني هذا الولد اللي معه الشايب ما هم من تبهيله ولا هم معطينه اهمية يعني شافوه راكب على هالجمال ورا الشايب وماشي وما يعني ما هم بين عنده شي لما شافوا الصندوق عند الشايب قالوا لك خلاص الرزق جه وهذا الشايب يترجاهم يا جماعة واحدة والله وخافهم من الله وإيام فضيلة يعني خليني أعطيكم شوي من اللي معاي وتركونه في حال سبيلنا يقولوله أخلص وهات اللي عندك أحسن ما ندبحك انت واللي معاك الولد اللي يراكب على الجمل ورا الشايب ما تحرك ولا سوى شي بس كان يقول كلام لهالشايب وهذول مهم ملتفتين للولد شنو قاعد يقوله مهم يعني ما هم يعطي له أهمية أبدا والولد هذا كل شوي يردد هالكلام والشايب ما يفعل يرد عليه شنو يقول هذا الولد يقول الشايب يبي ولده يعني الشايب بحاجة ابنه الشايب ما يرد والشايب يترجب هذول ومشان الله ومشان حب الله ويا جماعة وخافة والله ودني يا حاج وكذا وما هم ردين عليه أبدا الشايب لما قفلت معاه ويأس من انه هذول خلاص مسممين ودهم يأخذون اللي معاه ويلتفت الشايب على الولد قال له الشايب يبي ولده وخاذقوله ما هم عرفانين شنو السالفة وشنو الشايب يبي ولده وشنو هذا يعني ما هم عرفانين ما هم ملتفتين هالأمر وتعالوا شوفوا اللي صار اللي صار بمجرد الشاب هذا ما سمع الكلام الشايب يبي ولده من أمس ويطير من فوق الجمل وينزل على الأرض وإيديه تقول مغناطيس ويبدأ يمسك بها الأحجار وأول حجر يضرب على البندقية اللي حاملها هذا عبد الله ومصوبها باتجاه أبوه الشايب الحجر هذه اقسمت البندقية بالنص ويلتفت على الثاني محمد ويضربوا حجر ويجي الحجر هذا براسه يتمدد بالأرض والدم يزت من رأسه ويلتفت على خويهم الثالث ويضربوا هذه الحجرة كمان اللي جت بين لوح الكتوف وحاول أنه يهرب يضربوا الحجرة الثانية يجي براسه يتمدد بالأرض هذا عبد الله لما شاف خويانه تمدد بالأرض وهذا يزت منه الدم وهذا يعني مثل افقده والوعي قال يا رب السلامة ويحط الثوب بين الأسنون ويقول يا رب أو يهرب وين ودي يهرب وهذا قناص حجار هذا الولد والحجار عني مين وعني صار تقولي قناصة هذا الحجار تجي بين الواح الكتوف على عبد الله ووقف عبد الله من الألم مثل رادي يقع جلس حاله شوي وتجي الاحجار الثاني براسه من وراء ويقع متمدد بالأرض وهذا الولد عجيب وغريب في رمي الاحجار ما الحجر تبعه ما تخيم ولا حتى يعني ما لحقه وأنهم يردون عليه أو واحد يوطي على الأرض يحمل حجر كذا والاحجار اللي حاملها واحد منهم ما نفعت المهم تمددوا والثلاثة بالأرض شنو سواهم هم هذا ويقوم يطلع احبال عندهم احبال في العدة اللي معاهم ويربطهم الثلاثة شد عليهم مزبوط ويحفر لهم كل واحد حفرة فيه الأرض ويدفنهم وما يخلي إلا روسهم طالع بس من الرقبة وفوق حسوا على حالهم هذول وإلا الشاهب والولد واقفين هناك وهذول بس روسهم من بينه تقولي شياطين طالعوا روسهم من الآض والعياذ بالله امربطين وإنهم يحركون ولا يقدرون يسوون أي شيء ويقولهم الشايب اليوم والله غير أخلي اضباع تاكلكم وقفها الشايب مشه هو والولد وينادي عليه هذا عبدالله يا رجال انت حجي رايح بيت الله خاف الله يا رجال مشال الله تعال فكنا يلتفت عليه الشايب يقوله حجها وخاف الله خليكم خلا ذياب تاكلكم ويقفي هذا الشايب هو الولد وفعلا تركوهم وما في غير هارروس من بينه وكان الوقت يعني مع مغيب الشمس وهذول يحاولون يتحركون يحاولون يتململون ما هم قادرين إلا النفس غصب يأخذونه ويتفرجون على بعضهم بس هارروس غابة الشمس وظلم الليل شوي وإلا يسمعون عويان الذيب والذيب يشتم يشتم الريحة ويجي شوي شوي الذيب يقعد يفتر حواليهم وقف قريب منهم ينظر لهم يجي شمشم حواليهم وهذول ماتوا من الرعب واحد واحد منهم قام هيدن قام يغني هستر عقل وفصل يعني خلاص جن الذيب هذا يفتل على هذا ويجي على هذا ويجي على هذا وروح يوقف هناك شوي ويرد يجي على واحد منهم ويمسك من جوزته ويقطع راسه وهذول يتفرجون الثاني جمد من الخوف شوي كمان الذهب يفتل حواليهم حوال اثنين هذول اللي يظلوا ويجي على واحد على الثالث ويمسك من جوزته ويشمط وشمط وانه قاطع جوزته والدم عب الارض ظل خوينا عبدالله عبدالله هذا يحاول يتململ يحاول يتحرك قدر انه يحرك ايديه شوي يعني مثل كأنه راح يقدر يفك رباطه والذيب ابعد هناك شوي انه وتمدد ويحط ايد على ايد ويتفرج على هذا عبدالله يعني يقوله بما معناه جايك الدور هذا عبدالله قدر من حالات الروح وغلاوة الدنيا قدر انه يفك ايديه شوي ويطلع وصار ايديه خارج الحفرة خارج الارض ولكن موه قدران يطلع باقي جسمه ومنتظر الذيب يقرب عليه ورسم خطة في باله شوي ويقوم الذيب يعني لما قطع روسها دول اثنين وينه وينهش من الرقبة وكذا يعني ما لقى شي يش في غليله ويجي دور الان عبدالله يجي قرب لعند عبدالله شوي شوي وبدأ يشمشم فيه عبدالله ويقوم عبدالله يمسك ايدين الذيب مسكهم الذيب هذا لما مسك ايديه عبدالله فزع وخاف وود يهرب وعبدالله متمسك بايدين الذيب علشان يطلعوا من هالحفرة هذه الذيب يشد والارض تشد وحصلت هذه المعركة والذيب يصيح وهذا عبدالله يصيح طالها عبدالله من الحفرة وبدأت الان المعركة بين الذيب وبين عبدالله ويتعارك هويا ويتصرع هويا والذيب انقطع بطنه على السالفة اللي سواها فيه عبدالله عبدالله من خلال المعركة هذه تجي ييده على الساطور اللي كان حاملها واحد من خويانه ويمسك الساطور ويضرب الذيب ضربه على رقبته كان مخلص عليه قعد عبدالله جسمه كله دم اثيابه مشققه الصواب اللي ماشله بينه كتوفه من هذا الحج الشاب وصواب اللي براسه وحالته يرثلها قعد وتشاهد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويقوم هذا ساعة يقع ساعة يمشي ساعة يزحف لحد ما وصل ربعه وهلو خير يا عبدالله شنو اللي صاير عليك قالهم اللي صار عليك كذا وكذا 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 خويانك وين قالهم خوياني قط عروسهم الديب وهذولك هم موجودين هناك الجماعة هذول ما صدقوه قالوا يا عمي جوز انت ذبعتهم وكذا او اذبحوهم الحجاج قالوا ما صدقوه قالوا الا الروح نشوف ويقوم يجيبهم عبدالله على المكان ثاني يوم الصبح جو الا فعلا هذول الاثنين مدفونين في الارض وروسهم مقطعة وكل واحد راسه مزدوت هناك وجثثهم داخل الارض ومكان الحفرة اللي كان مدفون فيها عبدالله ايضا موجود والذيب مذبوح هناك ما صدقوا الا شافوا بعيونهم عبدالله لما شافهم صدقوا قال يا جماعة اشهدوا علي امام الله امامكم بما انه الله سبحانه وتعالى نجاني من هالذيب ومن هالسالفت السودة بحياتي ما عاد اقطع طريق حاج ولا عاد اقرب على حاج ورزقي على الله مو على الدروب العوجة هذه وعلى قطع رزاق الحجاج قالوا يا عبدالله انت رجال ذيب يا رجال وما تخوفوك السؤال في هذه قالوا اللي شفتوا انا ما شفتوا انتوا وخلاص توبة لله عز وجل وهذاك يوم وهذا يوم وعبدالله تاب عن قطع طريق الحجاج وسلبهم ونهبهم كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر